طبعا فيه رياضات متاحة للكل يقدر يمارسها لو اتعمل برنامج للمشي والمشي ده كل الناس ممكن تمشي حتى اللي قاعد في بيته يقدر يمشي يمشي ازاي في بيته والله هو فيه معدل عالمي كده بتفق عليه اتعملت أبحاث قاله ان المعدل ده لو التم بيحسن من مستوى الأداء والصحة ان المشي الرياضة المتوسطة لرياضة عنيفة هواية يعني ايه هواية فيه نوعين من أنواع الممارسة الرياضة فيه هواية ولا هواية الهواية دي مش هيدي المعناية بها الهواية اللي احنا بنعمل مجود تحت مستوى التنفس ما بيبقاش عنيف قوي فبنقول الرياضة المتوسطة فبنقول حد يمارس رياضة متوسطة لمدة 150 ساعة في الاسبوع بشرط انه ما يعديش يومين من غير ممارسة يعني ممكن يمارسها كل يوم وممكن يمارسها يوم بعد يوم كل يوم يعمل ايه؟ يتمشي قد ايه؟ اذا حيتمشي يوم بعد يوم غير حيتمشي كل يوم فلو هنقس من 150 ساعة على عدد أيام الاسبوع على عدد الأيام اللي هيمارس فيهم رياضة لو هيمارس رياضة تلت تلت ايام يبقى هيقعد في المرة الوحدة 50 دقيقة ايه؟ يعني اليوم تقف على تلت ساعة؟ لو كل يوم مشينا يعني على الأقل تلت ساعة ماشي كل يوم؟ بالضبط طيب في البيت يمشي ازاي؟ افرد بيت صغير يمشي ازاي ومعندوش المشاية؟ يعني لو أنا حقول حاجتين فيه قرية وفيه مدينة في المدينة يقدر ينزل يتمشي على رصيف على حاجة إذا كان متاح أو في جنينة من الجنين إذا كان متاح تلت ساعة؟ يحسبها كده تلت ساعة لو هيمشي كل يوم؟ يعني ده مش حاجة كبيرة ده عشر ده يرايح وعشر ده يرايح بس ده يمشي طب وده يحسن اللي مش عارفة ايه ويعمل ايه؟ كل اللي بتقوله ده على تلت ساعة هيحسن من دوات وحيقلم الوزن وحيقوّل عضلات وحيحسن حاجات كتيرة جداً طيب والناس الغلابة لا مثلا اللي عنده مش عارفة ديسكة واللي عنده رجله وجعاه واللي عنده كذا وبيبقى متخايل انه او ركبه او مفصله او كذا متخايل انه المشي ده بيهيتقابه اكتر يمشي برضو؟ لا ده ده تصور خاطئ ما هواش تصور مظبوط تصور خاطئ انه المشي هيتعب اه طبعاً تصور خاطئ الناس تقولك ريحي ريحي لا الا اذا كان فيه دكتور كشف وقال ريح لكن لو محدش اه لا ده تصور كده ما يجيش نيجاتيب سوتس ما يجيش تفكير سالبي ان انا هتعب بالعكس الرياضة والمشي والحركة افضل كتير للجسم من عدم ممارسة الرياضة الا اذا كان في حد عنده مشكلة في قلب ممنوع ان هو يمارس الرياضة عنده مشكلة عنيفة اي حاجة في جسمه ممنوع ان هو يمارس الرياضة في الحالة دي الدكتور حينصحه طالما محدش نصح حد بان هو ما يمارسش الرياضة دكتوره ما نصحش فالنصيحة هنا بقى ممارسة الرياضة تحد أدنى تلسى يوميا المشي فيه طريقة معينة للمشي كنا زمان يقولك شد نفسك معرفش ايه اه شد وسرعة احنا بنكلم على المشي ونمشي بسرعة من المتوسط لعنيفة احنا ما قلناش ما قلتش جاري بس سماشي سريع لما المشي العادي بتاع البنات اللي في الجامعة ده مش ماشي لا اصلا ماشي ما فيش ترامة ما عملش موجود وما نهكش ما حصلش فيه حاجة فبالتالي مستوى الاداء مش هيتحسن احنا الهدف ان التنفس يتحسن الدورة الدموية تتحسن حتى معدل الحرق بتاعه هيتحسن هيخس العضلات هتكوى الجسم هيتكوى مستوى الاداء بتاعه يتحسن مزبوط فاقل رياضة ومارس هي المشي